اسمحونا ننتقل معكم باتصال هاتف مع وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيدين صباح الخير معليك صباح الخير سيدتي صباح الخير معليك يعني أثير في الآونة الأخيرة وهناك تداول من قبل وسائل التواصل الاجتماعي عن التوقفات التي حصلت يوم السبت لبعض الأشخاص وهذا لا يتعلق نهائيا بالمسيرات الشعبية التضامنية مع قطاع غزة ولكن بعض التصرفات التي حصلت من خلالهم والإساءة لنشام الأمن العام وأيضا بعض الممتلكات العامة والإضرار بالأمن الوطني فسؤالنا اليوم يعني ما هو سبب الحقيقي للتوقف معليك سيدي شكرا على السؤال شكرا على إتاحة القرص خلينا نرجع لللي صدر عن الحكومة قبل يومين من تصريح أنه في مجموعة من الأشخاص اللي موجودين موقوفين ويتم التعامل معهم أحكام القانون بتحول على مدة العام بتضعها المحاكلة مضورا في عدد تقريبا 25 سخص من أول ما بدأت الحرب وهؤلاء الناس اللي تم توقيفهم بسبب إطلاف الممتلكات الاعتداء على الأمن العام لا في ممتلكات بعض الأفراد والعائلات اللي موجودة كانت في مناطق الاحتجاجات مثل منطقة كالوتي أو الرابية في مواطنين اشتكوا في مواطنين أطلفتهم ممتلكاتهم سياراتهم في ناس اعتدوا على مرافق عامة مثل مركز صحي محمد الكرك في ناس اعتدوا على مطاعم هذول لا علاقة لهم ونحن نعرف أنه قلنا لا علاقة لهم بالمسيرات ولا بالحالة الضامنية الشعبية مع أحد أفراد منطقة الغربية وعموم فلسطين أن أول أمس تمت عملية اعتقال لماذا تمت عملية التوقيف عفوا لأن هذول الشباب كانوا بخططوا ومتفقين بشكل تنظيمي على أن يذهبوا إلى جامع أبو عبيدة الواحد الأولى الناس تفكر جامعة أبو عبيدة في عمان لا ما قام الصحابي أبو عبيدة في الأغوار وهو في منطقة حدودية والحكومة والدولة بشكل عام منذ الأسبوع الأول والثاني أوضح للجميع أن الذهاب إلى مناطق الحدود والأغوار ممنوع والتظاهر فيها ممنوع أما التفكير بفكرة المرابطة عن جامعة أبو عبيدة ليلة وثم الذهاب إلى الحدود هذا أمر غير مطروح وغير مقبول وغير ممكن لأنه هذا يؤثر على السلم المدني ويؤثر على أمن الوطن ولا يتناسب مع ما صدر من الحكومة من بلاغات ومن توضيحات واستجاب الناس إلى هذا الأمر وانحصرت المظاهرات في الجمع والأيام والوقفات احتجاجية خلال الأيام التي ثلاث التحذيرات الحكومية لسبوعين الأولانيات حصرت في وسط البلد ومنطقة الرابية وجميع محافظات المنطقة وبالتالي ما يصدر من بيانات أنه هذا بالصحيح واعتقال وتوقيف على النوايا لا في تخطيط القوة الأمنية التي تخرج دائما تخرج بما يتناسب مع الواجب المطوب منها القيام به عندما نتحدث للأسف على شباب طلاب جامعات جامعاتهم فتحت ساحاته وأبوابها للتضامن مع غزة والتظاهر داخل أسوار الجمع ويفكر بالخروج إلى جامعة أبو عبيدة والمرابطة هناك وإن كانت قد تكون سلمية وتضامنية حقيقية لكن لا يضمن أحد بأن يفتت شاب دتيجة لغضب والمستحقق أهل غزة ولفلسطين وكل غاضبين أكثر منهم ربما هم يمكن أكثر مننا أيضا لكن لا تضمن أحد بأن تدفعوا الحماسة للذهاب إلى منطقة الحدود وهذه المنطقة فيها قواعد اجتباك يشرف عليها الجيش الأردني ولا نأمل أن ندخل بشيء جديد يحرفنا عن بوصلتنا الوطنية ومسابنا الوطني الكبير لدعم أهلنا في قطعة بالتالي من تم توقيفهم تم توقيفهم لأنهم كانوا يريدون الخروج على ما تم التوافق عليه وعلى ما بلغت فيه الحكومة الناس وعلى ما أصدرت المبلغات متجاوزا للقانون معليك كمان نتحدث عن الإشاعات المتداولة بحق المستشفى الميداني 76 بغزة بالرغم من الواجب البطولي اللي يقوموا فيه أبنائنا من القوات المسلحة الأردنية في هذا المستشفى إلا أن هناك العديد من الشائعات تحدثنا عن هذا الموضوع يعني أنا ما بدي أقول المقول الشعبية لأن تكون الناس في الرغيف الشعير ما يكون مضموم لا إحنا مستهدفين الأردن مستهدف في قراراته مستهدف في بذله مستهدف في مسعاه مستهدف في جهده الأوروبي والإسلامي والوطني من أجل أهلنا في فلسطين إحنا عنا مستشفى إلى 14 سنة وأبنائنا مويدين في 182 منسوب من منسوب الخدمات الطبية الملكية هذا هو الجزاء عندما نرسل أدوية بإنزال وقال جلالة الملك بأننا يجب أن نسعى إلى إصدار الإمدادات يتمكن أهلنا في قطاع غزة وأن منعها هو جريمة حرب يوصف المستشفى بأنه بغلق أبوابه ما بيدخل الناس وصير يطلع صور هذا مستشفى ميداني عسكري وله أوقات في الدوام هو في منطقة صعبة وحرجة أمس عالج يمكن خلال السنو الماضي أكثر من 800 شخص في مختلف أنواع الإصابات في فيديوهات موثقة وصور لكن عندما تأتي حسابات من الخارج من قوى إقليمية لا تريد الأردن أن يستقروا وتتناغم مع التصريحات الإسرائيلية في عدم استطلاع الأردن هذا يعتبر جزء من المساس في الدور الأردني والسفاة الأردنية ومع ذلك الأردن ماضي في دعم أشقائه في إرسال قمحه وأدويته وأبناء المرابطين من الخدمات الطبية في قطاع غزة باستشتاء أبنائنا من الخدمات الطبية هذا لن يضر فينا وسنبقى على ما نؤمن به تجاه القضية التلسطينية التي بوصول الترقب كما قال جهد نعم ما عليك تم تداول بالنسبة للموقفين أعداد مختلفة حسب وسائل التواصل ويعني تبادل هذه المعلومات والأخبار بين الأرقام وبين الأعداد لو توضحنا ما عليك الأعداد الشباب اللي تم اعتقالهم الأعداد يعني على نطاق ضيق ومحدود يمكن ما بتجاوزوا عشرين شاب هم كانوا يريدوا أن يذهبوا كما قلت لك إلى منطقة جامعة أبو عبيدف نغوار للأسف أنه حتى بعض الأهالي ما كانوا يعرفوا عن أبنائهم أنا اتصل في أحد الأصدقاء بيقول ما أقول أنت تحكي عن ابني أنه بيخطط قلت يا أخي أنا مين ابنك أنت قال ابني كذا قلت طيب وين كان رايح قال كان رايح يصلي في جامعة أبو عبيدة قلت أنت وين بتفكر جامعة أبو عبيدة وبفكر جامعة أبو عبيدة في المنطقة في عمان يا أخي بعد ساعة بضرب عليه بقول لي آه شو بتكي تطلعه قلت أنت بتعرف وين جامعة أبو عبيدة شو رايح ابنك ستبقى رايح الظاهر الظاهر الجامعة أبو عبيدة هذا المقام الصحابي أبو عبيدة علينا أن نكون حريصين على أبنائنا علينا أن نكون كمان منسجمين مع حكومتنا ووطننا وقيادتنا وأن لا نحرك بصوتنا الوطنية لأعداد محدودة كان عن نطاق ضيق يمكن 20 إلى 25 بدأت بسبعة وانتهت يمكن بـ 25 إلى 20 نحن نأسف إلى أن يزج بهؤلاء الشباب ليذهبوا إلى مناطق الدولة قالت بأنه يجب أن لا نذهب إليها لأن جيشنا العربي ويجب أن نفق بأن الجيش يدير هذه المنطقة بقواعد وأسس معينة ودقيقة يذهبوا الناس الظاهرون منظهرين الناس موجودين بالتضامن ليليا ونهاريا وكل جمعة في مراطع مختلفة من الأردن لماذا يتم اختار تيار الحدود لكي يوتروا الأردن ونصبح في هدف آخر هدف إدامة المساعدات ودعم أشقال في غزم واحد يأسف لهذا الأمر صاح؟ نعم معالي قديش اليوم كمان مهم أن هناك توافق بشكل كبير بين الموقف الشعبي وموقف الحكومة والدبلوماسية الأردنية تسير على خط واحد وهذا التناغم كمان مهم جدا ينقل الرسالة إلى العالم ككل موقف الأردن وهذا الموقف يعني شهد له العالم ككل وتحديدا ما يقوم به الأردن من ثبات بموقفه وأيضا ما نشاهد من أفعال إجرامية تقوم به أو تقوم بها إسرائيل غيرت الموقف الأردن واضح والموقف الأردن المشرف شعبيا وحكوميا وملكيا والموقف الأردن يسمو على جميع المواقف في المنطقة إحنا الذين نرسل خبزنا وقمحنا ودواءنا وأبناءنا يعالجون أبناء غزة والأردن لا يطلق وعود عشوائية ولا يطلق عواطف عندما يقول جلالة الملك يجب أن نوصل في قمة رياض الدواء والغذاء وفي فجر ذلك اليوم يوصل هذا هو الوعد الذي يصدقوا عننا إحنا من الأردن ومع ذلك بنظلنا نموذج بالعقلانية والاعتدال نريد لبلدنا أن يبقى آمن وسالم أمن الأردن وإننا مقدس ومهم ولا يمكن أستماع بأن يتم حرف بوصلتنا في دعم أشققنا في فلسطين إلى بوصلة النصيد انطارد مع الشباب وينتطاروا للمتظاهر نرجو منهم أن يسموا على ذلك وأن يتناولوا الموضوع بحساسية ودقة وأن يعبروا عن آراءهم في جامعاتهم في الشوارع بشكل محترم بما يليق القانون إحنا ما منعنا حق وبنقول الغضب مستحق وليس عليهم أن يخرجوا هذا واجب بس في الطريقة التي تحترم القانون وتضع الجهد الأردني في نصارد نعم ما عليك عودة إلى التوقفات وسبب تنفيذ الاعتقلات والتوقفات بهذا الشكل أو بهذه الصورة التي تم تداولها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي نعم أنا قلت أن عملية الواجبة التي تكلف به أي جهة للذهاب إلى التوقيف أحد يتناسب مع طبيعة التخطيط والإسناد المهمة للمسندانهم يعني عندما أحد يكتب مثلا على مهند الميذين في فيسبوك بتروح له التلفون والله تفضلنا عن الجرام الإلكتروني بس لما أنت ودي قوة لمجموعة هي بتخطط تروع الحدود معنا تتوقع أي شيء سبحان الله منها ونحن نربع بأبنائنا يكون ذلك بس كمان هذا قواعد معينة في عملية التصرف تجاه أي حدث وتجاه أي فكرة يرسمها طبعا قواعد خاصة في الأمن الحام ومواصل نعم شكرا جزيلا معليك الدكتور مهند مبيضين وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة شكرا جزيلا على هذا التوضيح تحديدا